الذي يدعو الناس ويحذرهم من المعاصي يحبونها المعاصي ما يحبونها يكاد أن يقتلونه حتى لأن عدو الناس من ينهاهم عن رقباتهم فالذي يحذر الناس الآن مثلاً من المخدرات والمسكرات هل يحبونها المخدرات والمسكرات يكرهونه والذي يحذر الناس الآن من الفرق الضالة والجماعات الحزبية هل يحبونها هؤلاء الجماعات يعادونه والذي يحذر من الشرك وأهله هل يحبونه المشركين لا يعادونه أبغض الناس إليه فلا بد له ماذا بالصبر الصبر على الأذى فيه فالدعوة إلى الله ليست مفروشة بالورود كما يظن بعض الناس لذلك قال جل وعى نبيه فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم لأن الحق لا بد أن يقلب فنبينا عليه الصلاة والسلام دعا قومه ثلاثة عشر عام يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا ولما خرج من الطائف طريدا شريدا عليه الصلاة والسلام جاءه جبريا عليه السلام فقال إن ملك الجبل يستأذنك ليطبق عليهم الأخشبين فقال لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا فصبر عليه الصلاة والسلام وصابر ولذلك ذكر كما قال إمام أحمد رحمه الله ذكر الصبر في القرآن في أكثر من تسعين موضع لأهميته في حياة المسلم فلابد أن يصبر على الأذى ويصبر على تحمل الدعوة إلى الله جل وعلا والصبر هو الحبس والكف حبس القلب عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارة عن لطم الخدود وشق الجيوب والصبر ثلاث أنواع صبر على طاعة الله جل وعلا وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة ثم قال الشيخ بعدها رحمه الله والدليل قوله تعالى الدليل على ما ذكره لأن الشيخ رحمه الله منهجه ما يذكر مسألة إلا ويتبعها بدليل وهذا من نصحه وصدقه رحمه الله فإنه صاحب أثر وصاحب دليل رحمه الله برحمته الواسعة قال والدليل قوله تعالى أي دليل على ما ذكرته والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين أعلم